السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة اجرأت اطوار هذه الحلقة في مدينة الرباط في عام 2003 وبالضبط في منطقة الوداية لانه في الموضوع العاتيقة وفي الاحياء الشعبية تكون العلاقات ما بالأسر كاتفة من الداخل وكتكون شامل مرة قصص الغرة ما بين الشباب هذه القصص تنتهي بالزواج في بعض المرات وبعض المرات اخرى تتالي بالفراق العشاق وفي حالات اخرى تكون النهاية مأساوية المهم في الوداية كان ساكن واحد الشاب الاسم دياله عبد جليل في العمر دياله 26 عام هو مهندس في المعلوميات وكانت واحدة بنت تجيرانهم الاسم دياله حيات في العمر دياله 22 عام هي مصممة ازياء عبد جليل وحيات كانوا نموذج ديال هذوك الشباب اللي هم ناجحين في الحياة ديالهم واسط من حي شعبي عبد جليل وحيات تعلقوا بعضياتهم من اللي كانوا مزالين مراحقين عبد جليل وحيات كيبغيوا بعضياتهم بزاف وتعودوا على اللقاء في مبيناتهم في العطر الأسبوعية في واحد المطعم كيطل عن البحر واحد نهار تواعدوا في هذا المطعم وكانوا فرحانين بعض اللقاء المهم جاء عبد جليل يقول له والمطعم تبعات وحيات ريحات من بعض مسلمات عليه ولكن عبد جليل لاحظ في عينيها الحزن والأسى وشحاجة ديالقالق وانا شحاجة مضايقاها باضرها بالسؤال يقول له مالكي شفتك ماشي كيف ويدك يعني ماشي بحلم معك مالفك تكوني في حالم اللي كانت تتلقى معايا قلت لي ما كيما نخبع لك انا يا دابا مؤخرا ولا كيجي عندنا واحد سيد تقريبا كل شهر كل عشرين يوم كيجي عند ماما هالسيد هذا ولد عم بابا هالحيات كان بابا متوفي يعني ميت كان كيجي عندنا الدار كل شهر كل عشرين يوم هالسيد هذا انا مكرتاحش ليه اللي هو ولد عم بابا كيجي وبينه وبين ماما شي حاجة انا ما فاهمهاش شي حاجة بحل شي سير رمى بيناتهم او لهوش هدعي شي حاجة كيحدد بيها المهم شي حاجة غامضة بيناتهم وانا يرى مكرتاحش ليه على هالسيد هذا غد ينهي واضليقه غد يرجع بالزر بالدار قال له صافي اللي بغيت يا عب جليل عب جليل بما انه كيبغي هالحيات بزاف وما كيتخيلش او لا كيتصور توقع لها شي حاجة قال له هاد ولد عم باباك سيقدر يتسبب لك في شي مشكل او لا يدير شي مصيبة لهذا خاصة نعرفه ضغياء شن هو السبب الزيارة المتكررة لماماك وشن هو السر اللي بيناتهم كوني هانيا انا غد نحاول نقلب على هذا السر ونحاول نعرفه ليش كيجي قالت لي هادك حياة صافي بارك الله ولكن هاد الشي هذا اللي غتقدم ليه او هاد الشي هذا اللي غتتفحت عليه ما بغيتش لا يخليك ماما تتاقلي الخبار يعني يخدم في صمت صافي غد نقلب انا بوحد واحد ما غيجيب لي الخبار غد نقول لكاتي شن هو وصلت لي قالت لي صافي الزيارة ساكه ومشرت البدار رجعت عند ماماها ابقى هادك عبجليل غير بوحده في المطعم اهود كيتمشى في البحر هو كيتفكر كيفاش انه يعرف هادك السر اللي كيجمع ما بين ولد عم بابا الحياة والام دي الحياة ومشرت سيرتو ان القادية ماشي ماشي ساهلة واش غادي باش عارفها يمشي تلقال يقولي لش كيجيتاي هنا مثلا حاول يفكر 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 هادك الام دي الحياة كانت معارضة الفكرة على الزواج ما بين بنتها حياة وما بين عبجليل كانت معارضة بوحد الشكل اللي هو كلي وصادم كتقول لي من لا حياة ما عمرت زوج بدك عبجليل علش نقو السبب من اللي كي سولوا حياته عبجليل كتقول لي مودي انا راني مردع هادك عبجليل من اللي كان صغير او مردع خوته يعني توما ما دايزينش لبعدياتكم توما خوت مردع لو كترنا وليكن عبجليل اللي يمشه بالام ديالو قال لي واش ف важно الانيت الام دي الحياة ما ردعني من اللي كن صغير او ما ردع شل واحد بنخوتي قلتلي لا مانات حياة ما عمرها ردعشل واحدهم عن مولادي او لا مع المرا seedعتك تايا نيت يعني عبجليل عبجليل هناه ما فهم 원اء وما فهمش ش 총Ag السبب اللي كيux يخلي الام دي الحياة انها ترفض دراف القاطع هاد الزواج هذا سيغته أنه تأكد من أمه أنه لم يرادها على الأولى غير سبب دائرته فقط أنا يا عبد جيل كما قلنا أبقى كيف أفكر شيء طريقة يوصل بها ويعرف كيف سيجمع بين الأم الحياة وهذا كولد عم بابات الحياة يبقى كيف أفكر كيف أفكر ويقول ما كانت شيء ملجأ من غير البوليس سنذهب إلى البوليس ولله لها سيغته كما كان عرفه لم يمكن أن نذهب إلى الكميسارية دخل السلام عليكم سوف أعرف ماذا يأتي عند أحد المرأة لا يمكن المهم أن تتوقف على الله ونذهب إلى الكميسارية لنذهب إلى الكميسارية ودخل بقاتي داخل داخل ونجد لديه حين بوليسي رجل كبير عنده موصطاج وضعه في السربيس بشكل موجود وعصابي لأنه مرضه في السربيس المهم أن تسوله قال لي عرفك الكوميسير قال لي لما أنه يريده قال لي الموضوع الشخصي هنا هذا البوليسي هو ينفجر لي قال لي هوالو ستقول لي عشانه بغيتي الكوميسير عاد ندخلك إلا ما قلت لي ما غاديش ندخلك هنا يا عبد الجليل بقى كي يغوث مع هذا البوليسي لغوات دياله ملاق واحد البيرو كان حداهم تحل الباب دياله وخرج منه واحد الشاب هذا الشاب مني خرج هضر مع ذلك البوليسي بصيغة الأمر هنا تلافت هذا يا عبد الجليل وهضر مع ذلك الشاب قال لي واش أي واحد جهة الكوميسيرية خاصه ضروري يطلع العموم على سبب الزيارة دياله واش انا قد نهضر في الكولوار مثلا قال لي ولك انت هو الكوميسير خليني ندخل عندك راني يباقي شي حاجة مهمة نقولها لك هنا هذك الشاب اللي حل الباب ديال بيرو قال لي انا هو الكوميسير فعلا قال لي زيت تفضل البيرو هي هذيك فاش ادخل هذا عبد الجليل ورايح ما الكوميسير في بيرو ديالو الكوميسير بقى كي يشوف ليهم زيان في وجهه عبد جليل فقا بك يقول هذا الفيزاج ره ما أعرف فيه لنا هنا كوميسير قال لعبد جليل قال لي واش انت اسميك عبدجليل قل لي اه قال لي استكن في الوضايا قل لي اه قارة في الناس ديالو ولي يوسف قل لي اه ابجليل صدم قال كيف ايه كوميسير عرف علي جامعة المعلومات وانا ما عطيت برلاكارت نازيوانال لاوال ما دويت معهم ووالو هذا يعلم الاغيب ولا اشنوه هنا كوميسير يقول له واش ما عرفتينيش انا قل لي الله قل لي انا رقريت معك في اللي سيدي المولى يوسف انا اسمتي احمد عبدالصابور واش ما عقليش ريق هو عقلي تفكرهم زيان وينوضوا يعنقوا عو تاني ويسلم عليه ابقوا وكتفكروا ايانا الدراسة والليسي كيفاش الايام بعدات مبيناتهم المهم ريحو قل لي واش انت فعلا الناس باقي ساكن في الوداية قل لي انا باقي ساكن في الوداية انا وليت مهندس معلوميات وخديت واحد دار في حي الرياض ولكن ما قدرش نتفرق على الواليدة يساكن غير بوحدة مع اخوتي اللي ما زالين صغر سيغته انه من اللي مات الواليد اللي يرحموه انفوحد الاكسيدو ومن اللي اي مات هذه الساعة طر ريس ان انا بقى مع الواليدة اللي معها غير اخوتي اللي ما زالين صغر هنا اذاك الكم يصير سوء عب جليل قل لي واش ما زال بالزواج قل لي ما زال ما تزوجت ولكن نراني موعد واحد تدريب الزواج كان بغيها وتايكة بغيني اسمي الحياة وهي مصممة ازياء وراها بنتها جيرانا ولكن كان واحد المشكيل ان الام ديالها معارضة الفكرة ذي الزواج ديالي بيها كتقول انني خواف الرضاعة ولكن من اللي سوء الام ديالي انفعت هالقاضية وقالت ما مخوا موالو لان الام ديالها ما مردعك شلتها لاخوتك هو في الواقع الاضر هذي اللي جرعت ما بين هذا عب جليل وما بين الكميسير خلت عب جليل ايما هالطريق باش يقول الكميسير سبب الزيارة دياله لاش الكميسارية واشنو باغي منه قللي في الصراحة انا جاي الكميسارية على ودات سببني قللي راه هذيك الحياة البنت اللي كان باغي نزوج بها والد عم بابها كي يجي عده ماما هالدار بزاف وهذه الزيارات اللي هم تكرر وغريبة وغامضة وبحلا انا حياة شكينا انه كان شي سر ما بيناتهم احنا بينا نعرف هذيك السر اللي بيناتهم اشنا هواية هنا هذيك الكميسير سوى صاحبه عب جليل بعض الاسئلة استنتج منها انه ما كان شي شي حاجة ليتخليه تدخل في القادية هذي وانه تدخل الى البوليس ما عنده تشي دور وما عنده تشي داليل او لسند قانوني هنا هذيك الكميسير تأسف لهذك عب جليل وقالي تسمح لي هذي القادية هذي لا نقدرش نعاونك فيها لانه خاص ضروري هذيك الام دي الحياة يجي الكميسيرية وتقدم شيكاية في حق هذيك والدعم راجلها المهم سالات الحضرة ديالهم وناضي هذيك الكميسير يودع صاحبه عب جليل وهو واحد الباب فكر هذيك عب جليل واحد الفكرة وقال الكميسير قل لي اشبه لك غضي نغامر في هذي القادية قل لي اما هي قل لي غضي نفتاع الماء وحد تشجار وحل نضار بغن باب زمان غير بالأيدي قل لي هذيك وغتجي صافي للبوليس وغضي هنا الكوميسيرية بجوج بينا هنا في الكوميسيرية انتشوف لي الصوابق القضائية دياله هذيك الكميسير بنتلي الفكرام زيانة قل لي صافي وعلي صافي غير جيبوا لي هنا الكوميسيرية وانا غضي نشوف من وره تلت ايام عرف عب جليل من عند حياة بان هذيك ولد عم باباها المزعج اللي كيجي عندهم الدار كان في الدار هنا عب جليل تسنى فراس الدرب من اللي وخارج هذيك الراجل اللي هو ولد عم بابات حياة من اللي وخارج من الدار تلقى عليه هذيك عب جليل وشنقى عليه؟ ابقى يقول لي انت ايك تجي كتتهجم على هذي الناس يعني عائلة حياة كتتهجم عليهم وانت ما بينكو بينهم وكذا 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 من الدار معه جاوش يجيران وفكوهم وعيطوا على البوليس جاو البوليس وهزوهم بدهم الكوميسيرية كوميسيرية في كيلكوميسير هذيك صاحب عب جليل دخلوا بجوهج بيهم قيدوا لي من اقوال ديهم في محضر هذي شكي يقول هذي شكي يقول خداولهم لي كار ناسيونال ديهم قيدوا المعلومات ديهم هنا يا هذيك هذيك الولد عم بابات حياة قال يوم انا ولد عم الاسلام الموجودة اللي هو بابات حياة وانا كنجاعدهم بحكم انني قريب ديهم ام العائلة ديهم ما كنتيش حاجة تدعشك او الريبة هنا يا هذيك العاميد قال لعب جليل قال لي هذا اتهام خاطئ درسي لهذا السيد هذا وخاص قدره اعتاضر منه هنا قدام العاميد اعتاضر عب جليل منه غير باشي يسيري القادية لانه ماذا يريد ان يوصلوا له خداول الكارت ناسيونال المهم شف حالته هذيك ولد عم بابات حياة بينما هذيك عب جليل ابقى في الكوميسيرية قال لي الكوميسير صاحبه ستلغط له لاننا باش نعرفوا هذيك الصوابع القضائي ديالو وفي اليوم الموالي اتتاصل هذيك الكوميسير بهذيك عب جليل مع السبع دي الصباح قال له عفاك قبل ما تمشي الخدمة ديالك ندوز عددي الكوميسيرية بغيت نقول لك اشبان في هذيك الصوابق القضائية هذيك شيلي كان عب جليل مشى الكوميسيرية لما كانش بعيدة بزاف على الحي في كيسكن ادخل عدوز تقبله بغير ريح الكوميسير بلغ عب جليل ان ولد عم بابات حياة عنده صوابق قضائية واحدة من هذي الصوابق فاوح الاستغراب والشك هذي 15 عام قبل تسبب في واحد الحادثة انتج على وفاة الرجل في ساحل الوداية في نفس الحي فين ساكن ولد عمه اللي هو بابات حياة وتحكم بستة شهر ديال الحبس والضحية اسمه عبد الرحمن بندريس الداودي ليساكن في نفس الحي في الوداية ما كانش غريب ان هذي الصوابق كاملة عندها علاقة بالزيارات المتكررة لولد عم بابات حياة للدار عندهم خاصة ان مامات حياة كانت مرايلا عندها تقريبا شي ستور بين عام وكانت على قدر من الجمال من اسمه عبد جليل اسم الضحية اللي مات في حادثة المرور اللي وقع هذي 15 عام في ساحة الوداية كان غير تغمع لي ودخل في واحد الحالة ديال اغماءات الكوميسير معنوش حلش انهيار لجاءة لعبد جليل ولكن من اللي استاعد عبد جليل الوعي دياله قال الكوميسير ان اللي مات في ديك الحادثة كان الوليد ديالي كانت هذي المعلومة عندها اهمية كبيرة حيث خلات التحريات على الخلفية لها ذلك الراجل وولده عن بابا تحيات عندها واحد معنى عبد جليل الداودي لقى رأسه في ملاحقات الراجل اللي تسبب في الوفاة ديال بواه هذي ما كانش رقصد دياله هو كان بغي غير يعرف علاش مامات حياة رابداه وما بغاش يتزوج بابنتها الكوميسير طلب منه انه يجيب لي الحالة المدنية ديال والدين حياة باش يقلبها ويشوفوا اشنو كين فيها ومن خلالها يعرف اشنو غيدير كانت العلاقة ما بين ذاك عبد جليل وحياة كانت علاقة مبنية على الحب والاحترام والتوقير كل واحد الاخر هاتش اللي خلاهم يديروا بحلمهاكا حيداش مامات حياة كانت كتقول ليهم توا ما غتزوجوش لانان انا انا مردع عبد جليل عبد جليل كما قلنا ماما كتقول لها وقدروا ما مردعك موالو هاتش خلاهم ما يقربوش لبعضياتهم وتبقى بيناتهم واحدة المسافة ديال التوقير والاحترام تحت سبل اي طرع المهم ما كانوش يخبيعوا لابعضياتهم اي حاجة هي هديك عبد جليل طلب من هديك حيات انه يتلقى معها في المطعم اللي الموالفين يريحوا فيه جات حيات المطعم المذكور وريحوا بجوج بيهم هنا يا عبد جليل قال له اشنو قال له الكوميسير وشنو المعلومات اللي يتوصل بها بخصوص ولد عم باباها هنا يا هديك حيات قلت لي عفك عبد جليل تدير اي حاجة ولكن ما تدخلش ماما في الموضوع ماما رك عارفة باش مريضة هنا يا عبد جليل عارف ومأكد بان ماماها مريضة كانت ترجعها حالة ديال الصراع ومرة مرة كتغيب وكتطيح وكتفقد الوعي وقالت لي حيات اي حاجة واي صدمة من شأنها انها تقضي على ماما وتقدر الله يحفظ تقتلها هي هذيك 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 حيات مشات تخدر الحالة المدنية ديال والديها ومشات مع عبد جليل الكوميسيرية الكوميسير من اقلب هذيك الحالة المدنية ديال الوالدين حيات تأكد بالملموس وبالواقع ان هذيك السيد اللي يزور مامات حيات في الدار بشكل متكرر ما هو الا فعل نيس وولد عم بابات حيات ولكن الكوميسير استغرب علاش مامات عب جليل ما كانش عارفه ان هذي السيد اللي كان يجي عند مامات حيات هو اللي تسبب في مقتل الراجل عبد الرحمن الداودي ألقى حياته عب جليل روسهم في واحد موقف محرج ما كانوش عارفين هالتفاصيل كاملة الكوميسير اقترح انه يدير واحد تحريات ضرورية باش يعرف السر وراهتش هذا كامل هو يدير واحد الخطة لما غاديش التربية على صحة مامات حياته قرر انه يمشي للدار ديال الحيات على اساس انه يقلب على واحد الراجل مشابه انه نصاب فعلا نيس لغد لي يمشيها الكوميسير ودق على الدار ديال الحيات خرجت الام ديالها قدم له نفسه انه عامية شرطة وانه يقلب على واحد السيد مشابه فيه انه نصاب كينصاب العباد الله وان اللاقب دياله هو الموجودي وجاتنا معلومات انه يجي عندكم هنالدار قلت لي هاديك مامات حيات هادي سيد هذا رام العائلة ديال الراجلي يعني ولد عمه ولكن راه ما كانش في الدار راه دابة قريبا واحد يومين باش غادر باش غادر الدار وزيرت قالت هادي المرة هادي يعني مامات حيات قلت لي انت اشوف الضابط باش تأكد بانني حضراتي صحيحة وراه ما كانش في الدار تقدر تدخل الدار وتقلب منفسك راه ما كانش هادي يومين باش مشاق كما قلت لك هنا العاميد قبل ما يدخل قال واحد البوليسي كان معاه قال يوقف حد الباب وبقى هنا يراد البال لا يعود شي واحد يخرج من الدار ستشده هنا يدخل مع مامات حيات ودخلك يقلب الدار ادعات ومامات حيات انه رايح في الصالون بما توجد لي واحد شي حاجه شكاس للقهوة او برادة قال لي هادي العاميد قول لي يا للا هادي السيد هذا اللي قلت لي ودعم راجلك فش خدام اشنو كيدير قلت لي السيدي انا اللي عارف عليه ما عارفش ليش حاجه كثيرة اللي عارف عليه انه في حال هادي يعني شامل عام تقريبا الى عشرين عام و الى خمسة عشر عام كان شايفورد الواحد طاكسي الطاكسي مش دي المدينة وانما طاكسي قراوي كانت المراكد جواب على الاسئلة لهادك العاميد بكل تلقائية وعفوية وما بانش على الحالة ديالها كل انفعال او الارتباك او لشي حاجه ولكن ملي سوولها على هذه الكسيدة اللي كانت توقعات الجارها هذه عبد الرحمن بندريس الداودي اللي هو بابا تعب جليل قلت لي اودي انا ما كان عارف حتيش حاجه على هذه الحديثة هناي العاميد صافي سهلة منها وقالها صافي نخليك الاخير ونمشيها بعد الارمالة ديال عبد الرحمن بندريس الداودي اللي هو بابا تعب جليل ونسوولهم نسوولهم على هذه الحديثة وكيفاش وقعات وشني الملابسة ديالها هو غادي بالخروج عيطات عليه مامات حياة وقالت لي صافي سيديغي الريح وانا غادي نقول لي كل شيء قلت لي ارأني ما بغيش شجيران يعرفوا الماضي ديالي وما بغيتم شعرفوا واحد ديال السر محتفظة به هذي كثرة من عشرين عام وما كعرفوه اشي واحد من غيري انا هذ المرأة هذي قلت للعاميد هذي تقريبا واحد اثنين عشرين عام حلت بي واحد المصيبة هذ المصيبة هذي باقي كنتفكرها لحد الان بكل تفاصيل ديالها وبكل الخلعة ديالها وكاملة مجموعة باقي ليه في دماغي دابة عالقة وراها غير في بالي انا وما عارف اشي شي واحد ولكن قلت لي قد نعود لك من الاول وباش تعود لي القسم من الاول ارجعت لي ما الاول قبل ما تزوج قلت لي انا من اللي كنت في وزان في المدينة ديالي من اللي وصلت 16 عام زوجوني والدية بواحد الراجل هذا الراجل كان كبر مني اسميته عبدالغني الموجودي هذا عبدالغني من اللي تزوج بي جابني هنا الرباط وسكني في هذا الضال اللي بقى فيه الحد الان سكنت هنا وتعرفت على الناس الجيراني وكل شيء من هاتجيران اللي تعرفت عليهم هات الناس اللي ساكنين انفاس معايا الدار ديال عبدالرحمن الداودي بابا عب جليل ومراته تعرفت على مراته وولاد بيناتنا وحادة علاقة قوية كان ندخلوا عند بعضياتنا هي الدخل عدي انا ندخل عندها تعاوني بش حاجة انا نعاوني بش حاجة كان نعاوني في الولادة ديالها هاتك الساعة اللي تعرفت عليها انا كانت والده هدو ولدها عب جليل تقريبا عنده واحدة سنين من اللي هي حملات وولدات هاتك الولد تاني دابا اللي عنده 23 عام ادخلت قابلت لها انا وولدها اللي عنده 30 هاتك الساعة اللي هو عبدالجليل قابلت لها في الدار لان المرأة كانت نفسها ولكن مشاهدة هو السر السر ها ومن وراها الشي غادي يكون واحد النهار هاتك المرأة يعني ما ماتت عبدالجليل جاهل وجع وبغت تولد يعني كانت حاملة يعني في شهر الاخر طلبت مني المساعدة دخلت عندها للدار وانا كنولد فيها لان المرأة هاتك ساحخصها تولد كنولد فيها وولدتها الدري كانت الامور على خير وباخير الامور دازت مزيانة واحد اللحظة غادي جاو حد الحالة لالصارع لان السيدة كانت مصابة بالصارع كيجيها مرة مرة وكتطح كتسخف وهي تخرج من البيت هاتك المرأة اللي هي نفسها يعني ما ماتت عبدالجليل خرجت ودخلت واحد البيت اخر خاوي مفيحت شي واحد كيف وصلت لهذا البيت ويتطاح طاح تمغش عليات الماء وغيبات هنا هاتك مامات حيات تنفسات واحد النافس عميق وسكتات واحد الهونيها العاميد هنا يتخلع انها يجي واحد الحالة لالصارع اخرى عبتاني واحد اللحظة جمعت النفس ديالها وكانوا عينيها بحل خارج منهم الدموع وقالت بواحد صوت في خوف وفي رهبة وبحل الإنسان لا تفكر شي حاجة وما بغيش هو يتفكرها قالت العاميد ما اللي فقت من هديك الحالة للصارع اللي كان جاتني حسات براسة بحل شي واحد جاء واعتاد عليها وهي تشوف في الباب واحد الراجل يجمع في الحويش دياله ما كان إلا راجل صاحبتها لي الله نفسها وي الله ولداته وهو بابا عبدالجليل هاد الواقعة ما قالت لحت شي واحد وكسماتها تسر في النفس ديالها ولكن من بعد شهوره قلال بانت عليها آثار الحمل كانت درية سماتها حياة وبقعت محتافة بها السر اللي كتعرفه غير هي ولكن راجلها جنبت وشي كامل وما قلت لي حتيشي حاجة لأنه كان مريض بالسكر وما بغيتوش يتعرض لشي نوبة ويفقد الحياة دياله ولكن الراجل ما مات حياة غدا يشك في هذه الدرية اللي هي حياة لماذا؟ لأن هذه الحياة لم تكن تشبه لأخوتها كانوا هما في صنف وهي في صنف آخر وقلت لي موحد نهار دخل هذا عبدالجليل عندنا الدار وهو ما زال صغير كان لعب مع حياة ومع باقي أخوتها هنا يا هذا الراجل قالت لي شك هنا بزيف لماذا؟ لأن هذه الحياة كانت تشبه لهذا عبدالجليل بزيف هنا يا راجلها قالت لي هم تارفية وتارف وجيه بزيف وغضب وحيح لي ذلك النهار وزيرني باش نقولي الحقيقة وانا اعترف لي اشنو وقعه هنا من اللي اعترفات لي اشنو دار هذا الراجلها مشي يجري الكوزينة وهز واحد جنوية كبيرة وغادي باش يقتلها تجار الخائن هذا هنا المرة من اللي شافته هز ذلك جنوية جاتها واحد الحالة اللي الصراع وطاحته غيبات من اللي فاقت ألقعت راجلها قدامها ومازال هزة جنوية وكليل عنده يسب ويقول هزة جار الخائن غادي نصفى لي غادي نقتله غادي نتاقب منه ما غاديش نخلى فيه وقعت لي هزة كليلة ماداش نعاس وفي الصباح قرر انه يصفى ل هزة جاره هزة بابا تعب جليل وغادي يغضره كيم غضره هو في الشرف دياله ودازو شي ما تقلال وهي تعرف بان هزة جارها اللي هو اعتاد عليها هو بابا تعب جليل تعرض لواحد الحادثة ومات كان ضربوا واحد طاكسي قراوي ابقى شهر في غيبوبة ومن بعدها مات من بعد عاد عرفت بان هزة السيد اللي قتل الشجار ديالهم ما هو الا ولد عم راجلها عنده طاكسي قراوي ورهد رف الحبس ست شهر ديست عامين من راهد الواقعة راجلها مات من مخلفات السكر اللي كان فيه هنا يغلقها دمامات حيات راسها وجه لوجه مع ولد عم راجلها اللي يقول لك يجي عند الدار ويساومها ويبتزها المرة اللي أولى أعطته عشر لف درهم المرة الثانية كل مرة وشحة تطعيه كان يجي كل عام شوية يجي كل شهر شوية يجي كل شهر يهدده ويبتزها ويقول غادي نقول هذا الشيء اللي كنعرف الواقعة وفينا وصلت هذا الولد عم راجلها أنه يقسم هذا التقاعد للراجلها تقاعد كتأخذها النص وكتعطيها النص هنا سيالات هذه المرة هذه الحكاية كانت بحلت خلصات موحد السر كان جاتم على القلب هذه سنين العميد بقى مستوم ومشدوه من هذا الشيء قال لي هذا العم راجلك سنضيلي حد ويبتزك أنا سنتصرف غير كوني هانية هي هذه العميد خرج من هذه المرة من الدار وكيف خرج تصل بجليل صاحبك وقال لي عافك لما يجي كوميسيارية أنت وحياة عندي شيء موضوع سنضر معكم فيه الأمور مزيانة وكانت الحمد لله لم يكن حالة نجاتها الأول وكانت الأمور كاملة هنا العميد بقى يفكر كيقول خاصة نلقاش طريقة نوصل لهم بأنهما مخاصمش تزوجه حتى هما أخ وأخت هنا كيقلب طريقة كيفاش يوصلها لهم ولكن قبل ما يقول لهم هذه الحقائق العرف خاصة ضرورة شي داليل على الحضرة مامات حياة شي داليل مادي كيقول بأن ذك عب جليل هو خوفي هذه الحياة يعني خاصة ملادعين ولكن كيفاش يدروا ملادعين ما يقول لهم ما يمكن وما بغاش يضع راسه في هذا الإحراج هو العميد داريهم الخطة هي هذه من اللي جاهد عب جليل مع حياة الكوميسارية ومشي يدروا معهم هم مرايحين معه في البيرو أدخل عليه واحد البوليسي قال لي رأى واحد زامي ليلنق واحد البوليسي تعرض لواحد الحادث وخاصه شي واحد يتبرع عليه هنا الكوميسير أطلب عب جليل قال لي هم إلا جاءت على خاطركم تمشيوا معايا وتأنانيت قد يأخذوا لي الدم ونعطيه لها السيد البوليسي مسكينرا وقعت لي حادثة عب جليلوا وحياة ما عارضوش ومشوا السبيطار واخدوا منهم الدم عينات هذه العينات كان الهدف منها يديرو لهم لادئان ويحطوهما أمام الأمر الواقع وبالداليل المادي على أساس أنهما إخوة أخ وأخ دياله ومن بعد أيام توصل العميد بنتيجة لادئان لدار لهم ليكي يقول فيها التقرير الطبي أن عب جليل وحياة هما يخوت بنسبة 99.9% هنا العميد خاصه هدار مع عب جليل ويقولها ليه عيط ليه التليفون وقال لي جاء عندي الكوميسيارية وشي غير راسك لما يجيب معك حياة من اللي يدخل عنده عب جليل اللي بيروق العميد مدواش معه وإنما جبد ليه واحد الميلف قال لي هذا الميلف هذا ستقرأه ستعرف علاقتك مع حياة هنا جبد لي هذك لادئان أعطاها لي من اللي يقرأ هذه التحليلات وعرف بأن اللادئان يقول بأن هو الأخ الحياة عب جليل في صراحة نتابع شعور في صراحة أنه بحش يحمل تحيد عليه لأنه كان مهيئ نفسانيا أنه أخ حياة مرة ضاع لأن هذه المرأة مرة حياة مرة ضاع حياة لهذا لم يكن حياة قوي كثيرا هذا عميد طلب من عبد جليل أنه يذهب معه لدار الحياة هذه القادية ماما تحياة التي كانت تقول لهم كانت مهيئة من نفسانيا كما قلت لكم وكانت خلاتهم أنهم يبقوا علاقة بعادة على بغياتهم وكانت تبغيها وكانت تبغيها مع المرء وقرب لها أو لقاصة أو لشي حاجة هي هذه القصة سهلة هنا وتسد الميلة في هنا لأن الفاعلين الأصليين ماتوا ومشأوا ضاع البقاء أتمنى أن هذه الحلقة تعجبكم والسلام عليكم